السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي مطبخ السبع بهرات نهاردة ان شاء الله هعمل لكم صنية الرؤاء باللحمة المفرومة بطريقة سهلة جدا وطعمها ورحتها في منتهى الجمال معنا المكونات معنا كيلو من الرؤاء الناشف ونص كباة من الاشطا ونص كباة من الزيت ونص كباة من الزبدة الفلاحة ونص كيلو لحمة مفرومة وبصلتين كبار وفلفل اخضر وفلفل احمر ومعلاقة كبيرة من التوم وطماطق مكعبات ومعلاقة والبهارات ملح وفلفل وبهارات لحمة وقرفة وجسط الطيب والاساس طبعا شربة يفضل ضروري ضروري تستخدمين نوعية شربة تكون سمينة وحلوة وطعمها حلو لان الرؤاء ما هو الا شربة طعمها حلو يفضل شربة بطة او شربة حمام هنبدأ بسم الله وهنجيب البصل هندعاكو كويس بالملح والفلفل ونسخن حل فيها شوية ربع كباة من الزيت على النار وهتحط البصل وتخليها دوب يدبل شوية صغيرين مش عايزها يتحمر وبعدين تحط اللحمة المفرومة في الوقت ده ما توقفيش تقليب علشان الجزئات بتاعة اللحمة كلها تتفكك بالطريقة ده ومشي معاك الكتل بعد كده هنحط البهارات القرفة والجسط الطيب وبهارات اللحمة بنصحكم تجربوا بهارات اللحمة دي جميلة جدا وبتدي ريحة وطعم جميل اول اللحمة حطت كمان التوم المفروم والفلفل الالوان مقطعينه مكعبات صغيرة كل ده طبعا على نار عالية علشان مش عايزين اللحمة تنزل المياه بتاعتها واخر حاجة بحط الطماطم بقطعها مكعبات صغيرة وبقلبها تقلبتين وبنزلها من عنار طبعا احنا كنا حطيني الملح والفلفل في الاول مع البصل الخطوة اللي بعد كده هسخن الزيت والزبدة الفلاحي والقشطة لو ما عندكيش زبدة فلاحي ممكن تكتفي بس بالقشطة والزيت هيدكي طعم برضو ونتيجة جميلة جدا ويا دبا سياحهم حاجة بسيطة جدا ومعنا الشربة ضروري ضروري تستخدمي الشربة يكون طعمها حلو وتكون تقيلة واسمينة زي شربة البطة وشربة الحمام عشان الرؤاء هو اماء ما هو الا شربة طعمها حلو انا حطيت شوية من الملح والفلفل للشربة اه حندهن الصينية بتاعتنا بدهنة بسيطة كده من المادة الدهنية اللي معانا طبعا الشربة بتاعتنا هتكون سخنة ويا دوب تغطسي الرؤاء وتطلعيه على طول لانه رؤياء جدا فضل تستخدمي تختاريك نوعية رؤاء تكون رؤياء كده علشان هي دي اللي بتبقى ناتجيتها افضل بتبقى مورقة وجميلة هنحط طبقات بقى من الرؤاء بالشكل ده نغطسها في الشربة يدوب تغطيصة كده وإحنا مسكنها ما نسيبهاش في الشربة خالص لان الرؤاء طيب طبعا رؤياء جدا وحتى لو الرؤاء معاكي متكسر ما تقلقاش خالص حتى تحط كل القطع دي هتجم بعضها ويا في الاخر حتى تكون طبقة مع بعضها وبفرشة هتدهيني آآ كل طبقة بالطريقة دي علشان الرؤاء ما يكونش معاكي سنين وتقيل يعني يا دوب دهنة بسيطة جدا انا هعمل طبقات بالطريقة دي آآ عملت تقريبا خمس خمس طبقات تحت لان رؤاء بتاعي طبعا رؤياء جدا لو رؤاء معاكي تخين شوية هتتقللي عدد الطبقات شوية فخمس طبقات كويسين جدا بالنسبة للرؤاء ده آآ بعد كده حطينا العصات بتاعنا وفردناه كويس كيلو الرؤاء بياخد نص كيلو اللحمة المفرور ما شاء الله يعني كمية محترمة وهنرجع نكرر نفس الخطوات اللي كنا بنعملها نحط طبقات من الرؤاء بالشكل ده وندهم بالفرشة حاولي تدهيني بالفرشة دهنة بسيطة وتخلي كل المادة الدهنية توصل لكل الطبقة عشان الرؤاء يطلع معاكي مورق وفي نفس الوقت ما تكتريش عشان ما يبقاش تقيل في الاكل آآ خلصنا كل الطبقات عملت ست آآ خمس طبقات فوق وخمس طبقات تحت بعد ما حطينا اللحمة المعصة جوحة ندخله في الفرن على اقرب في الرف في اقرب رف في الفرن للارضية علشان ما يتحلقش منك ويديكي لون جميع والسر ان انت آآ رؤاء بتاعك يبقى طاري اول ما تطلعين من الفرن هتغطيه بطريقة محكمة بالطريقة دي بورق سلفر او بصوق تاني نفس مقاس الصاج اللي انت عاملة فيه شايفين ما شاء الله لونه من تحت الدهب وجميل نفس اللون من فوق وطاري يا دب حتغطيه لمدة عشر دقايق قبل التقديم هيبقى معاك طاري جدا جدا ومرق ما شاء الله الطبقات مورقة آآ وجميل جدا وطعم وجميل ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم اللا اقتضي صورتها لكم بعد ما كان بارد جدا ما شاء الله التوريقة جميلة جدا جدا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله